بسم الله الرحمن الرحيم أضيف فيه الدكتور عزام حلمي جابر ليسمعنا ويشدينا بمحاضرة قيمة للمكان الذي نحب وعن المكان الذي نحب عن غزة والقدس وفلسطين بمحاضرة تحمل عنوان طوفان الأقصى من وحي قرآني ونبوي فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى أي يوم أن نلقاه أما بعد حياكم الله بداية أشكر هذه الاستضافة الثمينة الكريمة أشكر هيئة علماء المسلمين في العراق عراق المجد، عراق الحضارة، عراق الأصالة وأسأل الله تعالى أن يصوب الرأي ويسدد الخطى وأن يجمعنا أولى وآخرة في ساحات الأقصى المبارك فاتحين، محررين نحمل هذه الراية التي تجمعنا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وحول هذا العنوان ليكون الدخول مباشرة إلى الموضوع وصل به طوفان الأقصى من وحي قرآني ونبوي هذا الطوفان وهذه المعركة التي بإذ الله ستسجل في صفحات النور وتكتب من خيوط الذهب هذه المعركة لها عنوان عظيم ارتبط بالأقصى المبارك والحديث عن الأقصى المبارك حديث مبارك وأي اجتماع وجهد يتعلق في المسجد الأقصى المبارك ليعلم أصحابه وأحبابه أنهم مباركون وأن الله تعالى سينزل بركاته من السماء على المجارس وعلى الجهود وعلى كل جهد يبذله المسلمون في شتى أنحاء العالم لأجل الأقصى المبارك والأجل هذه القضية التي هي قضية الإسلام والمسلمين ولا شك أن هذه القضية لا يعنى بها أهل فلسطين لوحدهم بل يعنى فيها المسلمون جميعا فقد كان الحاج أمين حسيني رحمه الله يعقد مؤتمرا سنويا في أوائر القرن الماضي لأجل القدس يحضر هذا المؤتمر كبار علماء المسلمين من شتى أنحاء العالم من مشارقه ومغاربه ولكن القضية مع الأسف الشديد حجمت من بعدها الإسلامي إلى البعد العربي ثم ضيقت لتكون في دائرة محدودة يتصدرها بعض القوم من أهل فلسطين ممن أضاعوا الحقوق وصالحوا العدو اليهودي وتنازلوا عن المقدسات وتنازلوا عن الأراضي ولكن هذا لا يعني أن ننطلق وأن نعيد القضية إلى دائرتها الصحيحة دائرة الإسلام والمسلمين تلك القضية العظيمة التي ضحى لأجلها الكثير من أبناء الأمة الإسلامية ولا ننسى أن نشيد بدور الشيخ محمد الصواف رحمه الله الذي قاد جموع المجاهدين لأجل فلسطين ولأجل بيت المقدس كذلك الدكتور السباعي وكذلك جهود الإمام حسن البنة وغيرهم الكثيرون وجهود الشيخ عبداللطيف أبو قورة في الأردن كلهم حملوا هذا اللواء لواء بيت المقدس ولواء الدفاع عنهم حديثي بإذن الله تعالى في هذه الأمسية سيتناول أولا مكانة بيت المقدس في الكتاب والسنة ثم بعد ذلك حضور المشاهد القرآنية والنبوية القديمة الحديثة المتجددة في طوفان الأقصى ثم خاتمة بسيطة مع بعض التوصيات أما حديثي الأول النقطة الأولى ستكون مركزة عن مكانة هذا البيت المقدس في كتاب الله وقد جاءت السور القرآنية في كتاب الله المكية والمدنية تتحدث عن بيت المقدس تارة بالأرض المباركة وتارة بالأرض المقدسة وذكر صراحة المسجد الأقصى المبارك في سورة الإسراء وذكر أيضا في سورة البقرة لنرى الآيات فأول حديث كان في البقرة عن القبلة قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هذا أول ذكر في كتاب الله بالترتيب المصحفي لا بالترتيب الزماني التاريخي فقد كان الحديث مرتبطا أيضا ببني إسرائيل من هم السفهاء؟ إنهم بنوا إسرائيل الذين أشغلوا الأمة عن تحويل القبلة إلى الحديث عن قضايا جانبية جزئية فقهية ما حكم الصلاة التي كان يسلوها المسلمون قبل تحويل القبلة ثم كان الحديث في أواخر البقرة عن قصة طالوت وجالوت وهذه القصة لها بعد كبير جدا في توحيد الله عز وجل وفي بيان أهمية هذه الأرض ودخولها وفتحها ونشر التوحيد فيها ولعلنا نفاجأ أن طالوت ليس من بني إسرائيل ولي دراسة في هذا الموضوع قد يكون طالوت من أهل الأرض فلسطيني مثل مثل جالوت التحق بالنبي يوشع وأعلن إسلامه ثم كان على يده هذا الانتصار العظيم ومن الأدلة على ذلك أن بني إسرائيل اعترضوا عليه قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال إذن هو ليس من بني إسرائيل ومن الإشارات التي ترجح أنه من أهل الأرض قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم وهذه من صفات شعب الجبارين شعب فلسطين وأيضا تقارب اسمه مع اسم جالوت طالوت وجالوت وبني إسرائيل يبتعدون عن هذه المسميات وأخيرا أقول عند قوله تعالى ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فهذه إشارة لمعرفة الرجل بجغرافيا الأرض إذ إن التعبير بفصلة تتبعته في كتاب الله عز وجل يتعلق بالأقاليم والانتقال من إقليم إلى آخر نقرأ في سورة يوسف ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف ففيها عبرة ولعلها تكون كالتالي أن شرف إدخار التوحيد إلى الأرض المقدسة ما كان على أيدي أحرار بني إسرائيل لوحدهم بل كان هناك دور لأهل البقعة لأهل الأرض الذين شاركوا هذا النبي الكريم الذي ورث موسى عليه السلام في إدخار التوحيد إلى أرض فلسطين والمفاجأة أن عدة أصحاب طالوت كانوا ثلاثمائة وأربعطعش بعدة أصحاب بدر قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان عدة أصحاب بدر بعدة أصحاب طالوت وهذا التعلق التاريخي والعدد ما بين أهل بدر وما بين أصحاب طالوت له دلالاته وله ارتباطه العقدي كذلك كانت سورة المائدة حاضرة في المشهد على لسان موسى عليه السلام يا قوم يخاطب قومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إلا أنهم أعلنوا رفضهم التام باللن التي ما فارقت ألسنتهم ويا مقالوها لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لن نصبر على طعام الواحد لن ندخلها عن الأرض المقدسة ولعل أيضا هناك وقفات منها أنه عندما قال أدخلوا الأرض المقدسة وصفها بالأرض المقدسة إذن هي أرض مطهرة تطهر ما عليها وتطهر داخلها ومن يعبد الله تعالى حق العبادة ويزور الأقصى المبارك يناله شيء من التطهير كما جاء في الحديث الذي سنذكره بعد قليل لكن العبرة كيف نفهم الآيات قد علمت من بعض أقارب ممن سكنوا في سلوان القدس أو في القدس أن اليهود يعمدون إلى نشر أوراق ونشرات يوزعونها بين المسلمين ليقنعوا فيها أن هذه الأرض لهم والدليل موجود في القرآن ويستشهد اليهود بهذه الآية ودخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لكننا نرد عليهم كالتالي أولا ما الذي كتبه الله تعالى في هذه الآية إن الله تعالى عندما قال كتب الله لكم كتب الله لكم دخولها ولكنهم رفضوا دخولها فقال في آخر قصة قال فإنها محرمة عليهم وهذه الآية فيها من تعانق الوقفين في التجويد ما ينبغي أن نفهمه الفهم السليم الذي ينسجم مع الآيات فلما قال تعالى فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض قد تقرأ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة نقف ثم نقول يتيهون في الأرض فبما تعلقت الأربعين الراجح أن الأربعين تعلقت في التيه وأن الحرمة أبدية على هؤلاء الذين أفسدوا وخانوا وخانوا العهد وعصوا أنبياءهم فالآية قال فإنها محرمة عليهم الأولى نقف هنا ونقول بعد ذلك أو نقرأ أربعين سنة يتيهون في الأرض ضرب الله عليهم أربعين سنة تيهن بحيث أن الجيل الذي عصى الأنبياء ورفض القتال أبيد ثم جاء بعد ذلك جيل آخر قاده يشوع بن نون وطاروت لدخول الأرض المقدسة ثم تأتي سورة الأعراف وفيها قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هنا وصف الأرض بباركنا فيها البركة والبركة بمعنى النماء والكثرة والزيادة وهذه أرض مباركة تكثر فيها الخيرات ثم تأتي بعد الأعراف سورة الإسراء وسورة الإسراء محورية في الموضوع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وهنا لما قال باركنا حوله إشارة إلى أن الأقصى مركز البركات ولكن هذه الأرض المباركة ما حدودها نعم قد اختلف علماؤنا في تحديدها على قولين في أقوال للسلف الصالح أنها من العريش إلى الفرات وقول آخر أنها من النيل إلى الفرات وذهب إليه بعض الأفاضل والأساتذة في هذا الزمان والعلي أميل إلى أن الأرض المباركة حدودها من الفرات إلى النيل لا موافقة لبني إسرائيل وأطماعهم بل لأن الحديث حديث الإسراء المعراج أن رسول الله صلى الله وعليسا مقال رأيت نهري الفرات والنيل ينبعان من الجنة وهذه الأرض تشمل العراق وبلاد الشام وجزء من مصر ومكة والمدينة لأن الله تعالى قد أقسم في سورة التين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين إذن هذه الأرض مباركة التي عليها كل الصراعات التاريخية والحضارية ولا ننسى أن من كان يحكم القدس يحكم العالم بيزنطة أو الروم أو الفرس ولما جاء المسلمون وتم لهم فتح بيت المقدس حكموا العالم جميعا فيما بعد كانت الغزو التتاري المغوري والغزو الصليبي وكل منهما إذا وضع يده على تلك البقعة المباركة حكم العالم ولما جاءت بريطانيا إبانا قمة احتلالها وفسادها في الأرض حكمت القدس حكمت العالم ومعلوم أن الماسونية العالمية وأن اليهود يحكمون العالم في هذا الزمان لأنهم يستولون على القدس زورا وبهتانا إذن هذه الصورة صورة الإسراء تحدثت عن الأقصى بمركزية وبإسمه الصريح ولعلنا نشير إلى لفتة أخرى هي أن المسجد الأقصى المبارك ذكر صراحة في الإسراء والإسراء في قلب القرآن الكريم في الجزء الخامس عشر وهذا يعني أن يكون الأقصى في قلب كل مسلم ثم بعد الإسراء سورة الأنبياء قال تعالى وطبعا في سورة الأنبياء موضعان في ذكر بيت المقدس قال تعالى ورسليمان الريحة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين والموقع الآخر عن إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ثم في سورة المؤمنون طبعا سورة المؤمنون بين قوسين جاء الحديث عن هذه الأرض حكاية عن عيسى عليه السلام وأمه قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين هذه الربوة ذكر المفسرون أنها تلة بيت المقدس والتي يسميها اليهود زورا بهتانا جبل الصهيون أو جبل الهيكل ثم في سورة سبأ وهذا آخر موضع في كتاب الله قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سبأ تذكر القرى المباركة وهذه القرى هي قرى بيت المقدس كما جاء عن ابن عباس أنه قال هي قرى بيت المقدس وأتبعه ابن عطية قال وعليه إجماع المسلمين طبعا بالمناسبة أنتمي إلى قرية تسمى دير ياسين وهي إحدى هذه القرى التي تبعد عن بيت المقدس بضع كيلومترات هذه إحدى القرى التي احتلها اليهود في 1948 وارتكبوا فيها أولى المجازر المشهورة التي عرفت بمذبحة دير ياسين علما أن كان هناك دفاع وكان هناك بطولات وكانت هناك معارك اشتبك فيها أهل القرية مع تلك العصابات اليهودية التي تشكل منها ما يسمى بجيش الدفاع الإسرائيلي على أي اتحال هذا ذكر بيت المقدس والأرض المباركة في كتاب الله ولعلنا نذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيها عن هذا البيت وعن هذا المسجد الكريم وأشهر الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر فيها المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال الاهتمام والسفر بقصد العبادة وجاء أيضا في سنن النساء أن سليمان بن داود سأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين ويقول صلى الله عليه وسلم وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة سأل سليمان حكما يصادف حكمه وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وسأل الثالثة وقال ولا يخرج رجل للصلاة في بيت المقدس إلا ويعود كيوم وردته أمه خاليا من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم ونحن نرجو أن يكون الله قد أعطاه الثالثة هذا في فضائل بيت المقدس ثم نذكر أيضا حديث ميمونة ميمونة بن سعيد مولاة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال إيتوه فصلوا فيه فإن لم تؤتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله وهذه الرواية عند أبي داود وعند ابن ماجة وهي رواية صحيحة ولعلي أقف مليا على هذه الأحاديث وبعضها كان الصحابة يتدارسون في مجالسهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن بيت المقدس لعلي أقف مليا لأسأل عندما قال لهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نسأل كيف استجاب الصحابة إلى رسول الله وهم أولى الناس بالاستجاب لرسول الله عندما قال لهم إيتوه فصلوا فيه كيف استجاب الصحابة لرسول الله هل خرجوا بمجموعات سياحية زائرين يستأذنون بها السلطات الرومية التي كانت تحتل الأرض وتحتل بيت المقدس وبلاد الشام أم أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب الإعداد لتحرير بيت المقدس حتى لا يبقى في أيدي الروم لأن أولى الناس بحكم بيت المقدس هم أنتم أيها الصحابة الكرام ومن بعدهم من الأجيال الموحدة التي تعيد تربية الصحابة إذن الأحاديث كثيرة ومنها كان حديثا في غزوة تبوك يرويه مالك بن عوف الأشجع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابة أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس فكانت هذه الإشارة الأخيرة في غزوة تبوك إلى ضرورة تحرير بيت المقدس وأن لا يكون بعيدا عن زمن مفارقة لهذه الدنيا أيها الإخوة الكرام وأيها المشاهدون الكرام لقد كان بيت المقدس في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البعثة منذ بعث وأمر بالصلاة توجه خلال الصلاة إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس ولما كان هذا التوجه منذ بدء الإسلام وبدء الصلاة إلى بيت المقدس ارتبط هذا الصعود الروحي أثناء الصلاة بالصعود الثقافي إلى بيت المقدس ثم حصلت حادثة الإسراء والمعراج وهذه الحادثة أيها الإخوة الكرام حصلت في مكة وحصلت بعد الضيق الشديد الذي عاناه المسلمون في أواخر العهد المكي حيث الحصار والتجويع والتقتيل والتشريد تأتي حادثة الإسراء والمعراج لتقول للمسلمين ولتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هناك هم آخر غير هم الدعوة هناك هم ينبغي أن تحملوه ألا وهو هم بيت المقدس الذي كان هم يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيمة يحملها المسلمون إضافة إلى الدعوة إلى الله وإضافة إلى الصمود والصبر على الإيذاء ثم في العهد المدني استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى بيت المقدس القبلة الأولى وفي هذا حديث أبي ذر الغفار رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل أمسجد رسول الله أفضل أم بيت المقدس فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل أربع صلوات فيه يعني في الأقصى ثم قال ولا نعم المصلى أي المسجد الأقصى ثم قال وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا شطن الفرس طول الحبل البربط فيها الفرس يعني سيأتي أيام يرجو فيها المسلم ويتمنى أن يتملك بقعة صغيرة من الأرض بجوار بيت المقدس ينظر من خلالها إلى بيت المقدس خير له من الدنيا وما عليها ولعلنا عندما نجتمع بالقرب من بيت المقدس في أردن الحشد والرباط أو في الأماكن الأخرى القريبة من بيت المقدس لعبرة وحكمة من الله تعالى نرجو أن يشملنا الله تعالى في أجر الرباط وأجر النظر إلى بيت المقدس وإن شاء الله أجر تحرير بيت المقدس ليكون لنا سهم في ذلك هذه أحاديث كثيرة ومنها أقوال للصحابة العظام على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال من أراد أن ينظر إلى بقعة من الجنة فلينظر إلى بيت المقدس ولو ددت أن أكون لبنة في جدار بيت المقدس وعندما قال عمر ما قال فيه رد مباشر على من زعم أن الحرب لأجل بيت المقدس لا طائل منها وأن دماء المسلمين أغلى من بيت المقدس هذا الكلام البعيد عن الواقع والبعيد عن الدين لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد قال من مات دون أرضه فهو شهيد فكيف بمن مات دون مقدساته ودون مصراه للأقصى رمزية عقدية عظيمة في قلب كل مسلم ألا وهي رمزية الإسراء والمعراج وقدسية هذه الحادثة العظيمة وأنه قبلتنا الأولى نعود الآن إلى الموضوع الآخر الذي سنتكلم فيه وهو حضور المشاهد القرآنية في طوفان الأقصى وما حصل في سبعة عشر من العام السابق ولا بد لنا أن نربط بين الواقع وبين هذه الآيات لنرى أن بعض آيات كتاب الله كأنها تنزل اللحظة في تلك الأحداث التي نراها في كل ليلة وفي كل ساعة إذا سألنا أنفسنا ما أسباب طوفان الأقصى لن أترك الإجابة لغير أهل الإجابة الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم وخططوا ودبروا إذا شاهدنا الأحوال كيف كانت قبل طوفان الأقصى وكيف أصبحت بعد ذلك نعلم أن المكافأة بحجم التضحيات وأن أهل غزة وأهل الضفة والخليل وسائر فرسطين وسائر بقاع المسلمين ممن قدموا ولا يزالون يقدمون لأجل هذه المعركة سيرون من المكافآت الإلهية والتاريخية ما يجعل الأحفاد تترحم عليهم وتشكرهم أن أعادوا تلك الديار إلى حوزة الإسلام والمسلمين من الأسباب مواجهة مخططات اليهود التي تستهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والسيطرة على الأرض وتهويدها وما إلى ذلك من التطبيع وإسقاط كل القيم الإسلامية والإنسانية والأخلاقية ومنها أيضا من الأهداف والأسباب حسم السيادة على المسجد الأقصى المبارك وكلنا يعلم وأنتم أهل الفضل والعلم أن هناك تقسيما مكانيا وزمانيا كان مخططا له في المسجد الأقصى المبارك في ساعات يصلي فيها اليهود يحرم فيها المسلمون من دخول الأقصى أو أماكن معينة يبنى عليها كنس تقام عليها أو فيها صلوات اليهود على حساب قدسية الأقصى المبارك كان هذا التقسيم قد بلغ القمة وبلغ أوجهه لو لا تدارك عناية رب العالمين وحصول تلك المعركة البطولية طوفان الأقصى أيضا من أسباب هذا الطوفان إنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة الذي استمر عشرات السنين تقطع فيه عن أهل غزة أسباب العيش الكريمة وأسس الحياة وكلكم يعلم ذلك ثم من أسبابه التخلص من الاحتلال واستعادة الحقوق واستنقاذ الأسرى وهي مسألة مهمة في حياة المسلمين أجمع علماء المسلمين على وجوب استنقاذ الأسرى إن وقع أسير من المسلمين في مشرق الأرض ينبغي على أهل المغرب أن يهبوا لنجدته إذن هذه بعض الأسباب الملخصة لحصول هذا الطوفان ننتقل الآن إلى النقطة التي بعدها وهي حضور المشاهد القرآنية والنبوية في أحداث الطوفان الأقصى أول ما سأتكلم عنه أن هؤلاء الأبطال ممن خاضوا هذه المعركة هم من حفظة كتاب الله فأول كتيبة اخترقت غلاف غزة وسيطرت على فرقة ما يسمى غزة وهي الثاني أقوى فرقة في الجيش الاحتلال كانوا 1200 حافظ لكتاب الله دخلوا على هؤلاء الباب ثم لنعلم أن هؤلاء قد أعدوا سنين طويلة منذ مؤسسهم الأول الشيخ أحمد ياسين عليه الرحمة والرضوان أعدوا ما استطاعوا وامتثلوا قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوبكم وقد أعدوا وصنعوا وأحضروا المواد وبذلوا جهدهم وادخروا كل جهد لصناعة هذه الأسلحة الخفيفة التي كانت عند الله عظيمة وثقيلة من قذيفة الياسين إلى عبة الشوار إلى بعض الصواريخ التي كان لأهل العراق كما ذكر السيد خارج يشعل كان لبعض ضباط أهل العراق جهد ودور في تطوير هذه القدرات والحمد لله رب العالمين إذن أعدوا وامتثلوا قول الله تعالى ثم لنعلم أن هناك فئتين فئة موحدة امتثرت قوله تعالى قد أفلح من زكاها وفئة شريرة امتثرت وقد خاب من دساها فرق كبير بين المقاوم الذي زك نفسه وبين هذا المحتل الذي دس نفسه بهذا الإفساد في الأرض من قتل للأطفال والنساء وغير ذلك ثم تفرق بين المقاوم الذي يمشي سويا على صراط مستقيم وبين المحتل الذي يمشي مكبا على وجهه ثم تفرق بين من نزه الله تعالى وهم أهل التوحيد أهل الإسراء التي افتتحت بسبحان الذي أسرى أي تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وبين المحتل الذي في صلب عقيدته ألا ينزه الله عز وجل الناظر في كتاب الله يجد أن أصحاب الدين والتوحيد ينزهون الله ويقدسونه وبينما أهل اليهود في عقيدتهم هم الذين وصفوا الله تعالى بصفات لا تليق به وصفوا الله تعالى والعياذ به أنه ينسى وأنه يستريح وأنه يتعب وأنه يصارع وأنه يحب لحم الشواء وصفوا الأنبياء بأنهم مجموعة من الذين ارتكبوا المعاصي والآثام وصفوا داود بأنه قتل عليه السلام وصفوا لوط عليه السلام بأنه شرب الخمر وكذلك نوح هم الذين اعتدوا على الأنبياء واعتدوا على رب العزة والجلال واعتدوا على كل قيمة وخلق بينما بالمقابل هذا المقدسي أو هذا الغزي أو هذا المقاوم حمل لواء القرآن الكريم والتزم أخلاقه والتزم عقيدته أيضا هناك فرق كبير بين المقاوم الذي استجاب لأمر الله وقاتل وبين الذين جبنوا عن القتال وبين الذين عصوا الأنبياء والرسل ولي وقف الآن عند قول تعالى أدخلوا عليهم الباب وبالفعل قد طبقوا المشهد ودخلوا على اليهود الباب فتحققت الغلبة لأن الله قال على لسان الرجلين الذين يخافون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون والعبارة والتركيب القرآني هناك وقفة بيانية تبين عظمة التعبير القرآني عندما قال أدخلوا عليهم الباب هذه جملة فعلية فإذا دخلتموه جملة فعلية ولكن النتيجة عبر عنها القرآن بالجملة الإسمية فإنكم غالبون وما بين الجملة الإسمية والفعلية فرق كبير في البلاغة العربية الجملة الفعلية تدل على التغير وعدم الثبات أما الجملة الإسمية فتدل على الثبات والاستمرار إذن هي حقيقة ثابتة أنه متى دخل المسلمون المجاهدون الباب على أعدائهم يكتب لهم النصر بإذن الله تعالى ومن المشاهد القرآنية ما نراه من حضور صورة الأنفال ووجود التشابه فيما بين ما حصل في طوفان الأقصى وما حصل في غزوة بدر إن صح التعبير فإن المسلمين عندما خرجوا بالقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا لأجل العير ولأجل استرداد الأموال المسلوبة التي تاجرت بها قريش ولما خرجوا لأجل العير تحول المشهد لمعركة أكبر ولهدف أسمى من ذلك قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم بينما معالي الأمور ويريد الله أن يحق الحق بكلماته الله تعالى يريد منهم معالي الأمور وأنتم الذين خرجتم لهدف محدود خرج إخواننا في طوفان الأقصى لأخذ بعض جنود الاحتلال ولتكون المعركة مع العدو وحده وإذ بهم أمام معركة كبيرة جدا تتشارك فيها قوى الكفر والعالم ضدهم فانتقلوا من هدف محدود إلى هدف أكبر بكثير كذلك حصل مع الصحابة رضي الله عنهم عندما خرجوا لهدف مؤقت ألا وهو العير ليرجدوا أنفسهم في مواجهة مع النفير ومع العدو وتحقق النصر والحمد لله رب العالمين نجد أن شعاراتهم كثيرا يعني عندما نجد أبا عبيدة ذاك الناطق العسكري يستشهد في كل مرة ببعض آيات القرآن الكريم ولما ذكر قوله تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا لا يغيب عن بارنا أن الله قال بعد ذلك فأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وبإذن الله هي مبشرات للنصر وعندما يستشهد بقوله تعالى إن تنصروا الله فلا غالب لكم نجد أيضا في القرآن الكريم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده نجد اقتران النصر مع الخذلان وقد كان الخذلان مع الأسف الشديد من أكثر العرب والمسلمين قد خذلوا أهلهم في غزة لنعلم أن هذا الخذلان يقابله نصر من السماء بإذن الله تعالى أما إذا انتقلنا إلى مشهد آخر في كتاب الله هو مشهد غزبة الأحزاب وهناك أيضا تشابه تاريخي فيما بين حصار الصحابة رضي الله عنهم بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حيث حاصرهم قوى الشرك والكفر قريش بجحافلها وقبائل العرب واليهود والمنافقون إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون في آخر ليلة انظروا يا يرعاكم الله عز وجل في آخر ليلة يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يأتنا بخبر القوم لا يخرج أحد يعيد العبارة من يخرج ليأتنا بخبر القوم ثلاثا فلا يخرج أحد رهبة من الموقف ثم يقول من يخرج ليأتنا بخبر القوم وأنا ضامن أن يعود فلا يخرج أحد ثم يقول يا حذيف قم فقام حذيف رضي الله عنه بينما حصار أعداء الله لأهل غزة نجد هذا المجاهد الذي صنعته أحضان التربية وصنعته ميادين القرآن والسنة يخرج من بين الأنقاض من فتحات النفاق يخرج ليواجه دبابة المركافة أو يواجه أعداء الله بلا سترة تقي صدره ولا خوذة تحمي رأسه يخرج ليواجه أعداء الله ثم يعود بهذه الطمأنينة وهذه السكينة وكلنا شاهد من المشاهد ما يدل على أن الله بعث في أمتنا الإسلامية والعربية جيل فريد نريده هم عباد الله بإذن الله جيل قل مثيله هذا الجيل الذي رأيناه في مشاهد عدة تسيطر على قلبه السكينة والطمأنينة أحدهم يلقي المقذفات على العدو وهو يحتسي في انجان القهوة وآخر يقنص العدو وبيده شيء من البزر إشي عجيب عندما نرى يد هذا المقاوم طربة الأسلاك بعضها مع بعض وهي هادئة مطمئنة بينما نجد يد أحد جنود العدو مدجج بسلاح حوله رفاقه يلقي قنبل يدوية على فتحة نفق مهدومة لا يوجد فيها مقاومين ترتجف يده هذا فرق شاسع وهذه بشريات بإذن الله تعالى لتحقيق النصر ثم ننتقل الآن إلى مشاهد وحي هذا الطوفان من السنة النبوية نشك أن المبشرات بانتصار الأمة على اليهود موجودة على رأسها من هذه الحديث من هذه الأحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله في شرح الحديث وقفات عند علمائنا منها أن علماء الماضي استغربوا من الحديث كيف يبدأ اليهود قتال المسلمين وعمرهم ما بدأوا القتال تقاتلكم يهود ولا شك أن من عاش في هذا الزمان أدرك أن وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر في المشهد إذ أن اليهود في هذا الزمان هم الذين اعتدوا وجاءوا من شتى بقاع الدنيا ليحتلوا الأرض المباركة لما قال بعد ذلك فتسلطون عليهم يمفسره أو يشرحه شباب الحجارة وخروج هذا الجيل من المساجد ومن رحم المعاناة يخرج هذا الجيل ليلقي الحجار على الأعداء في سنة 1987 ما هذا المشهد إلا تسليط من الله تعالى على اليهود حتى من نتائج طوفان الأقصى في هذا الزمان هذا الذي رأيناه من خروج شباب وشابات في الجامعات الغربية أو المظاهرات عند المسلمين وغير المسلمين بحيث أصبحت صورة اليهود صورة سيئة مصداقاً لقوله تعالى ليسوء وجوهكم ما هو إلا تسليط رباني قال فتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلمي عبد الله هذه الثمة وهو حرف عطف يفيد التراخ الزمني يدل على أن فترة التسليط سيكون لها بعدها الزمني لها عشرات السنين لكن في النهاية هناك الانتصار بإذن الله ثم ننتقل إلى حديث آخر ألا وهو حديث عسقلان المشهور الذي ورد أيضاً في الصحاح حيث حسنه ابن حجر والذهبي ورواه الترمذي وصحاحه شيخ الألباني رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم يكون ملكاً ورحمة ثم إمارة ورحمة ثم يتكادمون عليكم تكادم الحمر فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن خير جهادكم في عسقلان إشارة النبوية قبل ألف أربعمائة سنة إلى ما سيحدث في هذا الزمان قد يقول البعض وما الفرق بين عسقلان وغزة إن غزة بعيدة عن عسقلان نقول لا إن غزة تشمل عسقلان وعسقلان تشملها بدليل أن الإمام الشافعي له روايتان في الحديث عن مورده مكاناً فطارتاً قال هو من موريد غزة وطارتاً أشار أنه قد ورد في عسقلان فكانت المسمى الجغرافي واحد لتلك البقعة المباركة انظروا إلى قوله فعليكم بالرباط أي الاستعداد والثبات في المكان وإن خير هذا الرباط في عسقلان وأسأل الله أن تكون هذه الإشارة إلى أهلنا في غزة وعسقلان لكن لما قال يتكادمون عليكم تكادم الحمر قد يفهم منها أن الأوضاع تغيرت بعد الخلافة والإمارة وغير ذلك إلى وجود حكام يحرسون على كراسيهم كما يحرس هؤلاء الحمر على طعامهم لكن أيضاً الحمر فيها إشارة إلى اليهود اليهود وصفوا في القرآن الكريم أنهم حمر قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ومن أكثر صفات الحمار البلادة وهذه البلادة موجودة عندهم مصرون على المعارك ويصرون على المجازر ويضربون بكل قرارات العالم عرض الحائط ولا يستجبون لأحد مصرين على القتال هذه بلادة ستقودهم بإذن الله إلى نهايتهم ويقابل هذه البلادة ثبات وتناحى لأهلنا في غزة الذين يصمدون الصمودة صموداً أسطورياً إذن هذه الأحاديث وهذه الآيات وهذه الوقائع كلها تدل على أن الوحي القرآني والنبوي بإذن الله حاضر في نفوس الرجال ونفوس شعبنا في غزة وفلسطين وسائر من دعم قضيتهم ليقول لنا الله تعالى إن نصره قريب مجيب بإذن الله تعالى ثم أختم بهذا الكلام أقول إن هذا الهم الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له في المدينة طرقات عسكرية أولاها كانت غزبة مؤتة ثم كانت غزبة تبوك ثم كانت بعثة أسامة كلها إشارات عسكرية طرقاً لبيت المقدس كلها كانت مداخل لتحرير بيت المقدس هذا الهم المات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي به أوصى بقوله أنجزوا بعث أسامة ثم حمل الرأية بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو بكر يصر رضي الله عنه على استمرار بعثة أسامة وجيش أسامة ثم يأتي دور الفاروق ليدخله فاتحاً هو وما يقارب أربعة آلاف صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلنا على أن شد الرحال القلبي والثقافي والعسكري ينبغي أن يكون للأمة الإسلامية تجاه هذا البيت المقدس نشد رحالنا شرقاً وغرباً وأولى أن نشد له رحالة جمعنا وإياكم في ساحات الأقصى المبارك أقول ما قلتم والحمد لله رب العالمين وحياكم الله تعالى شكراً للدكتور عزام حلمي جابر على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور وعلى أمل أن نلقاكم في محاضرات ومجالس قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم